أكد كريسفر هودسون رئيس الشركة المنظمة لفعليات مؤتمر إيجبس 2024 للطاقة أكد أهمية دفع بالتحول الطاقي وتأمين إمداد وإزالة الكربون فضلا عن الابتكارات والشراكات الجديدة وشد هودسون على أن مصر تلعب دورا مهما في التغيير بين تعقيدات مشهد الطاقة من أجل الابتكار والاستثمار والسعي إلى تأمين طاقة مصادمة إن مصر تلعب دورا فعالا وحيويا كمنصة ومحافظة للتغيير وذلك عند التنقل بين تعقيدات مشهد الطاقة وتزايد الفرص من أجل الابتكار والاستثمار ومعا نحن نسعى من أجل تحقيق وتأمين مستقبل طاقة مستدام على مدار الثلاث عام القادمة سوف نقش سياسات والاستراتيجيات وبناء شراكات مثمرة من أجل تحقيق صناعة طاقة فعالة من أجل المستقبل في شمال إفريقيا ومنطقة المتوسط وتلعب مصر دورا حيويا في هذا النظام الإيكولوجي الكبير بالطبع على مدار السبع سنوات الماضية ومنذ بدأت مصر معرضها الطاقة إنها تخطو بخطوات ثابتة نحو تحقيق الالتزام وتأمين التطور المستور ومواجهة التحديات الصناعة الملحة اشتركوا في القناة